موسيقى مساء الانوار يا كابتن توفيق عامل يا ابو كباتن الحمد لله يا كابتن ايشام الله يخليك وحسنا والله انت وحسنا اكتر الله يخليك الله يخليك الله يكرمك احنا اللي صعدها اللي سمع صوت حضرتك الله يخليك احنا اللي اسعد والله الله يبارك لك يا ابو كباتن طبعا معانا الكابتن توفيق محمود كبير مشجاز زمالك بالقاهرة انبارح يا ابو كباتن حضرتك كان فيه المؤتمر الصحفي للمستشار مرتضى منصور وقبل منه مباشرة كان اجتماع مجلس ادارة نادي الزمالك المجلس اجتمع وخد قرار بالاجماع باسقاط عدوية سليمان واهدان عدو مجلس الادارة لتغيبه ثلاث جلسات كيف رأي حضرتك في الموقف ده والله والله قرار ما شاء الله سليم الحمد لله واقول لحضرتك لي يا كابتن يشام على السريع كده احنا عاوزين استقرار النادي يا كابتن يشام كفاية علينا مشاكل من جميع الجهات من كل ناحية مش نقصين كمان مشاكل من جوا النادي احنا اه كان سليمان واهدان كان عاوز يلعب ماتش السوبر على غير رغبة حضرتك ورغبة كل جمهير الزمالك هو طبعا واضح ان الاستيس سليمان واهدان عاوز ان هو ايه عاوز يردي فئة معينة او في معنى صح يردي النادي الاهلي او كده وطبعا ضد رغبتنا لانه بيطمع واضح واضح وضوح الشمس ان هو بيطمع كمان في الكرسي كرسي الرئاسة الرئاسة رئيس مجلس ادارة الزمالك طب انت دلوقتي عاوز حيبه في انتخابات يا سادت النائب يا سادت النائب انتخابات والله الجمعية العضوية انتخبت حضرتك مفيش مشكلة لكن ما انتخبت وهو يا بكتبات المعليش وكان حد يعرفه لولد من المستشار واللي جابوه احنا او اللي انتخبه الجمعالة عمومية اللي انتخبت انتخبت بناء على قايمة المستشار مرتضى منصور اللي فيها برضو ناس اكفاء زي الكابتن جمالة الحميد والكابتن خلط لطيف ناس معروفين لكن محدش يعرف سليمان واحدان اهام زي ما بيقول المسلة علمتها الرماية وهو المستدعه ده رماني تمام ما الله ينور المهم كده حافظنا برافو عليك كده حافظنا على استقرار النادي وان مجلس ادارة نادي الزمالك ما زال على قلب رجل واحد ماشي بعد كده كان فيه حضرتك في المؤتمر الصحفي القرار المنشود القرار المنتظر وحضرتك هنا من خلال منصتنا الاعلامية دي طالبت المستشار مرتضى منصور انه يشتكل فيفا علي حضرتك احنا طبعا طالبنا لاشيات المستشار انه هو يقدم شكوى في الفيفا اللي بيحصل يا كابتن يشام الظلم اللي بيحصل الظلم الظلم بالضبط اللي هو ينور عليه كده احنا شايفين ظلم بين بين يعني ليه كده ليه شايفين موضوع كهرابة ده يا كابتن يشام اللجمة الاندباط لجمة الاندباط خدت قرار باقاف كهرابة 12 مباراة وتغريمه مبلغ مالي تقريبا مليوم برافو عليك صح اه طب هنا ده قرار لجمة الاندباط هل بيطبق نادي على نادي دون نادي اخر نفهم بالضبط وطبيق في الموضوع يا ابو الكابتن بالضبط كده يا كابتن يشام اه يعني احنا عاوزين نفهم بالضبط في ايه احنا ببلد العدل وبلد القضاء وبلد يعني ليه بيحصل كده يعني المستطار عدل الشربابي اه في عقوبة امام عشور قال لي هاني حتحوت اللي هو الاعلامي في قناة سواد البلد التظلم لا يوقف العقوبة بتاعت الاندباط تمام مع الاهل ليه عملوا تظلم مش قادر بقى متسجل صوت وصورة فعملوا حاجة جديدة بقباتن راحوا مستكوا في القضايا الاداري ان لجنة الاندباط غير شرعية ينفع كده بقباتن ودي حاجة ضد القوانين الرياضية وضد الفيفا كده ضد اه كده طبعا يعني اللي عمله اللي اصبر غلط ان هو يلجأ للقضايا الاداري لان كده بالطريقة دي هو حيوقف النشاط الرياضي كله في مصر وحيحصل العقوبات يعني هو الاعلامي حضرتها الغلط وعارف انه غلط ولجنة التظلمات فيريته على الغلط وقدلت عقوبة قهربة يعني ايه لما نشوف بالقضايا اه طبعا يعني النادي الاهلي نادي كبير وعارف ان اللي عمله ده كده غلط لكن عارف انه مفيش حد هيقدر يقف قدام الاهلي وكل الناس وكل الاندية هتخاف تروح تشتكل الفيفا هما كوفك حاطين كده في دماغهم لكن طبعا المستشار مرتبى منصور ما بيخافش من حد ما بيهابش حد مالك المرعب اسد فعلا بيخاف المؤتمر قالك انا مش جبان انا زي ما قلت عملت بالزبط كده اه قالك اه وهو ايه بس يتأنى ده راجل اه يعني راجل محمد قديم وكان يعني عارفين ما هواش محمد مفتاد فاهم كويس امتى يبعت للفيفا وامتى يدرس القضية فعشان كده بس ايه اتأخرتش قوي يعني ما ينفعش يبعت على طول لازم يتأنى في اكتابة القضية الكبيرة دي دي اعتبر قضية بعد كده باللغة العربية واللغة الانجليزية وبيبعتها لمحمد الايطالي سلباتوري كان لازم يعني كان لازم يعمل كده عشان اه الاهل يعرف ان اه ان احنا مش خايفين منهم النادي الزمالك هو ما عندهم جمهور كبير واحنا عندنا جمهور كبير المنظومة تحت كورة لجنة تظلمات النادي الاهلي ماشي بيجملوه ويدوسوا على الزمالك الظالم هنا يا بكباتن ما بيحسش بمعاناة وانين المظلوم ما بيحسش فلازم تلجأ بقى لجهة ما علشان تقول الظالم انت ظلمتني فعليها يا بكباتن انا عاوز بس اقول حاجة كبير التحدي اللي بيعملوه مجلس ادارة النادي الاهلي ده مش هيعجب جمهور الاهلي قبل جمهور الزمال لان جمهور الاهلي عاوز يتفرج على كورة ان يخساب بطولة بشرف عشان يفرح يبقى فرحته فعلا فرحة من جوه القلب هو النادي الاهلي يا بكباتن حط او مجلس ادارة النادي الاهلي حط العودة في النشار قالك لو قهربت وقف مش هلعب ماتش الصوبر هنسحك تحدي بيه تحدي وكده انهم ايه فعلا زي ما بيقولهم مش فوق الجميع وما فوق القانون وفوق الجميع كده وده طبعا مفيش الكلام ده خالف اه انا اللي انا مش يعني اللي انا مش فهمه اه بطين على كده يا بكباتن بيتدلع وكده والتوضيخ والكوسة لسنوات طويلة مات بس اقتسب يا بكباتن تدوس على الاندية وتدوس على الزمالك وتاخد بطولات وحكام ما انت فهم يا بكباتن طبعا كان زمان الكلام ده كابتن يشام اياما ما كانش لسه فيه اه التواصل الاجتماعي والفيسبوك والحاجات دي كان زمان كل كل ساعة فيه يكتب ويحامل الالي وكدنا عارفين ايام زمان الناس اللي عادت ايام زمان ومسا بكباتن فيه اعلام احمر مسيطر برضو ده او مسيطر بس مسيطر بس فيه يعني قناة الزمالك برضو كباتن الحمد لله لا قناة الزمالك الكابتن جامل عبد حميد الكابتن خالف الاندور الاستاذ كريم ابو حسين اه مستكتين بيوضحوا الامور ابتاده طبعا يعني ايه اضيحوا وكده الضغب استمرار الظلم اللي بيحصل ده طبعا انت عارف المشكلة طبعا في القنوات اللي تعتبر مفروض قنوات مصرية بيوقفوا مع زي قناة اونسبورت بتجامل النادي الاهلي ازاي برامج الازعية في الراديو ما نسمع اونسبورت اف ام برضو برضو بتجامل النادي الاهلي اني اني مفيش حد اني مفيش ضمير يدافع اني يقولك اني ليه قناة عارفة مايتوقفش طب لجنة التظلمات انا شايف لجنة التظلمات جالك اثناشر مباراة ومليون جنيه لجنة الاندباط لجنة الاندباط بعد اخرت اللي هو القرار ده طب لجنة التظلمات الاهلي اشتكى او كده اه او انت شايف نازم اتخفض العقوبة شوي هو المستخدم منصور قال لهم انا مستعد لعب السوبر اكتموا يا لجنة التظلمات وقولوا كهربا براقة ماشي والعب ماشي السوبر بس تطلعوا قرار ماشي فهم اتحيلوا واقع عارفين انه كهربا مدان وكده طبعا خطأ كبير في لجنة التظلمات وفي زمن احنا في زمن دلوقتي العدل وكده وانه ما نفعش ما نفعش طب يا ابو الكباتن عايز اخد رأيك فحاجة برضو في هامش المؤتمر الصحة في تم تكريم فريق كرة طائرة بنادي الزمالك رجال وسيدات المستشار قرامهم وكان فيه لفتة طيبة من كابتن فريق السيدات اللاعبة ياسمين نوح اهدت المستشار مصادع منصور للمدالية الزعبية بتاعتها بيتهالوا وقلدت رأبته بهذه المدالية تعليق حضرتها اه في البداية احنا بنشكر اه فريق الرجال وفريق السيدات وهارضي لكل الرجال كانوا يستحقوا طبعا المركز الاول اه اه لو لا سوق الحظ وعدم التركيز وعدم التوفيه وعدم التوفيه طبعا يعني احنا كذبانين اتنين سفره وشبه استسلام من فريق اه ثلاثة وعندهم لعب كيني عملاق ابتدى يبان بقى في الاشواط التلاتة اه هو طبعا السحر اشتغل اللاعب انا شفت المباراة دي السحر استغل اللاعب الكيني ما عرفش في ايه لو 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 بس اي لمسة منه اه بجون اه بنقطة على طول اه بيخلص ما اخطاعش ابتداء من الشوت التالت والرابع والخامس احنا كنا بنلعب اللاعب الكيني ده يعني الواحد يعني حاجة مش طبيعية طبعا عدم توفيه نقول من الكابتين برضو واحمد عشوره ومن هو مدرب قدير اخطاع ان هو مقدرش يوقفه ويوقف اللاعب الكيني ده باي وسيلة لان ده كان واضح جدا كل اللي شاف الماتش ان اللاعب الكيني اه 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 كنا نقدر كنا نقدر نفعل في الشوت التالت اه اه لكن هو مشكلة الزملك ان ما بيخسر شوت الزار ايه يعني اه برضو نحييهم ابطال دوري وكاف سنتين سنتين واربعا طبعا وحزننا ان هم خسروا ابتداء اتروكيا انت حزين لك عشان خسروا حزين لهم كانوا قريبين طبعا طبعا جمب منك مضمونة كان سهل جدا 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 كلنا نسيله اه انا قلت راحة طولت الرجال والانسات او السيدات قلت حيطلعوا المركز الثانية او الثالث اه طبعا عشان كده اطلقت عليهم ملكات الكرة الطائرة بنادي الزمن اشدع فريج الملكات فعلا وفعلا الملكات بكارت الملكة اه اللي عملوها كفريج العسكراني يعني صراحة عمل وخدت احسن سنتر بلوك وخدت احسن لعب في البطولة احسن لعب في البطولة تستحق طبعا مع زمايله وكده عملوا لعبوا بكل اخلاص وفيه انا سنت برضو خدت جايزة احسن صنع الألعاب وهنا سنت ديها بكبات قصتة غريبة جدا اه معتزلة بأهلها ثلاث سنين جابوها اه خدت كاس مصر مع ناد الزمالك كسبنا النادي الآلي ثلاثة واحد وخدت كاس إفروكي مع ناد الزمالك لا زي الفل الحمد لله قصت يا بكبات ايه والحمد لله بجانب كاس الكقوس لقورة اليد لما تتجب على الاهل الزمالك ثلاثة النادي الاهلي بالزبط كده احنا بناخد برضو بطولات اهم الساكتين الحمد لله برغم الحمد والمدي والحاجز على القرصيدة ومفيش فلوس لكن بالحق بطولات بالعظيمة والاسرار وان شاء الله ترجع تسلل امدادها ان شاء الله يعني اه يعني النادي. يا بوكباتا على حاجة انك صعب تنافس النادي الاهلي اللي معاه فلوس ده الرز ومعاه منظومة كاملة متكاملة بتأيده وبتنصره وبتدعمه اصطحه الغلط. هو طبعا ايه اه في عصر الاحتراف ده الاهلي يعني ايه فرد جناحاته جامده والدليل على كده اه مطشط السلة بس انا عاوز قولك حاجة يا تابت نشام اه احنا برضه عندنا الروح وعندنا روح فنيلت نادي الزمالك معروف في الروح الحقيقة فين والمبادئ الحقيقية فين والدليل على كده بنات الطائرة هما اما جبناهم من النادي الاهل هو جبناهم من الانداف التانية كأنهم بلعبوا في الزمالك كأنهم يتولدوا في نادي الزمالك الحبوا نادي الزمالك الجمهور الزمالك جمهور عظيم بيحب بيحب الكرة الحركة حلوى. ثنيوا عندها. ثنيوا عندها كابتن يشام وانساء الله والله بازن الله تركيز سوية اه اللي هي ضعت منا بقى لها سنتين تقريبا انا اهو ان شاء الله نرجع لان احنا احنا ملوك السلة مش ملوك الصلاة بس احنا لان تقولوا عمرنا كنا ملوك السلة احنا والاتحاد وان شاء الله ترجع لان انا بزعل على فريق السلة بصراحة هنلعب و هنجيب رجالة عاوزين رجالة معانا في السلة نرجع تانا هناخد البطولات بإذن الله عاوزين نحتم بحاجتين حضرتك وجه كلمة للمستشار المفترض منصور ووجه كلمة للاستاذ احمد مرتضى منصور المشرف على علعاب الصلاة احنا بنقول سيادة المستشار مرتضى منصور انت فعلا اسد نادي الزمالك واسيفه ودرعه وانت اللي ايه يعني انا عاوز اقول لك حاجة على رأي الفنانة الرحيلة الكبيرة شادية احنا من غيرك ولا حاجة سيادة المستشار فرضاء ما تسبناش فعلا احنا من غيرك ولا حاجة وبقول الاستاذ احمد مرتضى منصور ربنا وفاك استاذ احمد واحنا عارفين اه عارفين زي ملكوياتك ازاي وبينقول للناس اللي ايه العامد اوة بكباتن ده فريل بنات اه فريل بنات في افريقيا وفريق الرجال معهمش التروف جيب ومعهمش فلوس كفر لهم والده اتصرف فلوس والدهاله وراح هناك كان في مشاكل مع الفندق مش عاوز يمشيهم عشان عليهم فلوس اه ليه فضل بعد ربنا طبعا اه احمد مرتضى ان هو ادر يجيب سريه البنات دي يعني هو في الوطهر الصحفي قال ان احمد مرتضى بيتعالج في اسبانيا قطع رحلة العلاج وراح تفع الفلوس عشان الفرق ما تتحرمش وكمان فقبل ما يسافر في القاهرة مطش النهائي كان الزمالك حيتحرم من مطش النهائي مع الاهلي في اليد كاسب قوص اه 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 كان لازل يدفع الرسوم الاشتراك وإلا مش هلا بالنهائي لا وخدنا الحمد لله وخدنا البطولة خدنا بطولة وخدنا بطولات مع احمد مرتضى قبل كده اه قبل كده بيراجم بيراجم زم انت حضرتك قلت كامكانيات الاهلي المادية التي يعني يعني مالهاش حال متقدر تتوفر ده ومعه دعم اعلامي ودعم اه قدر احمد مرتضى اه ان انه فعلا ان يجيب لنا البنات من النادي الاهلي دي يعني ده اربعة بنات من النادي الاهلي عقود وانتهت مش خطفناهم احنا مجنخطفش حد اه احنا مجنخطفش حد احنا جبناهم بعد ما عقود انتهت اه عارف يجيبهم وكده وقدر ينجحوا في الصفقات دي زي الصفقات فكرتنا بصفقات بصفقة اه اه في الالفينات حسام حسن وابراهيم حسن تناس الفين نفس نفس الفكرة واحمد مرتضى معروف انه هو طبعا اه راجل مخلص وده له وشوفه بعد اما بنكسب البطولة وكده بينزل اه بينزل يجري ازاي في وسط اللعين اه يا فخار انه شاب صغير زيهم وكده وبيجري ربنا يبريك له بنقول له خليك استمر على كده ودعم ودعم بطولات الصلاة واحنا وراك اه سيد احمد ويا ريت بس تهتم شوية بطريق الصلاة تاني معلش تاني وتالت انا زعلان على فريق الصلاة نعم اه زمالك مدرسة وفن وهندسة في الصلاة ومش هننسى لعمالقة لعبة الصلاة اه هشام ابو سريع وآه اه وقودة وسحارس اجيال اجيال والله يفتع ليك يا كابتن يشام اجيال عظيمة في الصلاة نتمنى اللي احنا نرجع نهتم كمان بفريق الصلاة لان الاقل اللي عامل فريق قوي جدا في الصلاة بقاله سنين بيجهز فيه وابتدى يجن السمار عم تاريه انهم برضو ايه اخدوا المدرب مننا اجيس بوش المدرب العظيم دا صايد البطولات طب في نهاية ابو كباتن اقدر اقولك شرفتني ونورتني وببقى سعيد ان حضرتك متواجد معي شكرا يا ابو كباتن اشرف لنا يا كابتن يشام متشكرين جدا شكرا يا كابتن شكرا الله يسلم الله يسلم الله يسلم